السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد عليه الصلاة والتسليم والناس تدعم الصفحة بالشير بالمشاركات بالقلوب بالمستقات بأي حاجة صفحة على بلاغات على غيوت كثيرة جدا جدا ينتهي بعد واحد وعشرين يوم تاني عشان كده دون الشير دون المستقات عشان ما يقلل الانتشار حقها لانه في ناس كثيرة ما بيصلوا من اللايف الا بيكدتها اول حاجة قبل ما بدليك الحاصل في تكساس والحاصل الجنوب الخرطوم الحاصل شنو انا دائر زي ما نحن بننتقد وزي ما نحن التكسير ما بنرحم فيه كذلك في ناس لازم ندون حقهم في ناس لازم ندون حقهم لما نلقى لنا ناس شغالة كويس وناس كويسين وناس فعلا يعني بيجد بيجد حاجة كده ما تخلص تواصل معاي اخو صديق حكي لي موقف يعني الموقف ما بتحكي بالكامل لكن انا بديك المختصر المفيد التحية والاحترام لغنصوا للسودان بدولة غطر التحية والاحترام ما ما بعرف اسمه بس حكي لي زول المشا حصل شنو حكي لي زول المشا هناك عنده حاجة قال لي لسه على البلد بخير وقال لي احنا عندنا فعل الناس وعندنا ناس والله ما شاء الله عندنا ناس شغالة وعندنا ناس عندها اخلاق وعندنا ناس عندها وطنية وعندنا ناس بطراعي وخط الحرب دي هدفها الاول واقفة مع شعبة واقفة مع ناسها بنسمح شكاوي كثير من السفارات وبنسمح انتغاد كثير للسفارات لكن هنا بنرسل صوت بتاع شكر للغنصل بتاع السودان في غطر دول ممتاز جدا 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 وطني غيور شغال من الا الوطن ومن الا المواطن بابه مفتوح ما بوقفك بره في شمس ولا بتقيف بره بالعكس بابه مفتوح للناس ودي الحقيقة والله العظيم عشان كده التحية والاحترام ليه التحية والاحترام ليه نمشي نشوف بيجي يوم انا بحكي لك الموقف الحصر شنو الموقف جميل جدا جدا لكن بيجي اليوم اللي بحكي لك الآن ما وقته لكن بيجي اليوم اللي بحكي لك الموقف حقه يعني حاجة تفرح والله العظيم لسا نحنا بخير لسا بخير لسا بخير نمشي نشوف تيكساس تيكساس دي جماعة تكلمنا عن المهندسين دي كتير جدا بسبوعين الفاتن دي الفيزات وقلنا في غناصين هناك شغالين باستمرار طاق 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 الليلة من الصباح عملية كبيرة جدا جدا استمرت اكتر من 12 ساعة في ثلاثة بنايات كبار ومنطقة كبيرة في جنجويد عندنا شهداء وعندنا إصافات لكن يتحرروا في المنطقة ما قصروا المجاهدين والجيش كل الناس ما قصروا ما قصروا ما قصروا والله ووقفوا وصنددوا لما ننظفوها نحن واصلين في جيشنا لو فكوا للجام قال ليه تقدم بيتقدم والله جنجويد ده ما بياخد معا زمن لو جيشنا فكوا للجام قال لا ميش بيش ولا سائل في جنجويد ولا سائل ما قاموا جارين خلوا كدمولاتهم خلوا حاجة ما بواجهوا جعجعة شفت جعجعة بتاعة ميديا ونحن ونحن شاوس لما ننجوهم بيقولوا ما بواجه إنتما كل يوم بيجعجي وطاق طاق طاق زعج الناس داير الجيش شجيك ياك جريك مالك قم تجاري مالك ما كل يوم من طالعين ونحن ونحن وقل الفلاد جوك ليه عندك خدتين سرائر وخدتين ناموسيات وهناي قاعدين إنتما تبقوا رجان مرة واحدة أرجب مرة واحدة واجهوا الناس جوكم دين المعركة جوه البيوت في العمارات إنت مجدار تغاتل ودار تبقى شهيد نحن بننزلك طوالي تعال مش إنت عندك اتنين اتنين تعال إحنا بننديك الواحدة فيه بتجاري مالك بتجاري مالك الواحد يخجل يقول شايل ومفطالع وميديا ونحن وحن تعمل لقد أتنينك إنت مرجال جانجويد معناة ما راجل معناة ما عنده علاقة برجالة معناة جبان معناة خائب معناة ما عنده شرف معناة ما عنده أصل معناة ما عنده أي حاجة ثلاثة عمارات قاعدين فيها وبس شغالين غناصة طاق طاق يعني خلاص رجالة الليلة جوهن قاموا جارين قاموا جارين وانا بطلب من الجيش انه المنطقة دي خلاص بعد كده غناصة ومحلاتهم دي خط غناصين خلاص ما تدوه مجال تجي راجع بك راجع الراقبين هناك تطلع لك به فيديو وقل لك ونحن والآن وفي نفس الهناي وقل له مكانك النظفته ده اقعد فيه بغناصين الغناص واحد اثنين ثلاثة ستة اللي قعده لكن ما تمشي تخليليهم راح جماعة شير لانه في بلاغات جماعة شير يا جماعة ما تخليليهم مكانك الفودة اقعد فيه مكانك الفودة اقعد فيه ما تخليليهم معركة شيرسة جماعة ما معركة سهلة من الصباح نحن عارفين لكن ما تكلمنا عنه الناس زي اللي اشتغلوا لو ما طلعت الفيديوهات وطلعت اي حاجة والله لم نتكلم عنه لكن الجيش يشتغل من الصباح الكلام ده اثناشر ساحة من عمارة لعمارة ومنطقة بتاعته هالناصين كلها الجيش قدر نظفها وحررها وامورها طيبة البيوت كلها وقابوا جاريين الجيش قادر 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 والله العظيم قادر جيشنا جيش بتغرنوا بماليشا مستحيل دعيدوا السبعين وعمروا مية سنة يعني قادر 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 لو ساي بس بالخبرة قادر خبرة ساي قادر الناس دي القاموا جارين الناس دي شردوا الناس دي صيجوا فصاحة قلة ادب ما عندهم اي حاجة بس لسان طولت لسان ورجق 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 لما نجوهم بقموا جارين كنا نتمنى تكونوا رجال تستنوا دواس لكن من الرجال تستنوا الدواس يا جماعة الشير لانوا البلاغات من الرجال تستنوا البلاغات ما بتستنوا ولم تنتظروا ولم تنتظروا الحمد لله وشكر لله ولسا يا جماعة لسا في باقي لسا ما انتهت كاملة فيها باقي ما دون حاجة كيلة قالينا انتهت كاملة لسا لسا شغالها جيش متقدم مداخر متقدم الجيش وده الشيط طبيعي جيش بعد كده ينتشر بعد كده خلاص جاي عيد الجيش احنا دارين عيد الجيش ومدرمان خالية من الجنجويد دارين عيد الجيش الخرطوب خالية من الجنجويد دارين عيد الجيش بحري خالية من الجنجويد دارين الجيش يرفع تمام بتاع سنار خالية من الجنجويد دارين عيد الجيش كلام ده مصعب لو فقوا اللي جامل شايفوا ده كله ما في حاجة ينجويد جنجويد لو جوه بقم جاري يعني ما حاجة صعبة معجزة كده نقول والله ما عندهم حاجة النازل الأكبر يجوهم لهم ممكن يلقطوا لهم عربات مدنية 20-30-40 أنا ما أدهم فرصة خلاص عندنا أسبوعين يوم 14 أسبوعين كفيدات بيحرر نقول للسودان من الجنجويد أسبوعين كفيدات حررن كل السودان من الجنجويد من هناك المشتركة أبضعين جوه أبضعين جوه والجزء التالي أجنين جوه ونيالة جوه أنت في شنو ما في حاجة عشان الناس تخاف ولا حاجة دائرة زمن النازل مبواجه ولا بكاتله ولا بقفه في الميدان شوفنا هنا الليلة في المهندسين تيكساس الناس ديلا ما قصرون الناس ديلا يشتغلوا الناس ديلا لما ندون التعليمات ماشو الدون تعليمات الليلة طوالي بدون غلبتون قالوا ما قادرين بالعكس أنجزوا مهمتون خافوا ما حافوا ما بيقدروا بيقدروا لو الغرار دي جي قبل أسبوعين ثلاثة بيشتغلوا لو جي قبل شهد بيشتغلوا معنات معنات إحنا قادرين معنات إحنا ممكن ممكن ننظف وممكن نقدر وممكن نقدر نسوي الغرارات هل بتأخر الغرارات ما الجندي ولا الضابطة في الميدان ولا غالبنا ينظفوا عن أقريبه النموسيات الخطينا بالله من الله خلقك فيه عسكري ماشي كاتل في خالة ماشي كاتل في منطقة بيشيل معنا موسية بيشيل معنا وذول خايف من الباعوت خايف من الباعوت ده بكاتل عامل لنا موسية إتا قاعد نفسك في رحلة يا جنجويدي يا هطلة إتا قاعد نفسك في رحلة إحنا العسكري بتاعنا بيرقود فوق العقرب وفوق الدبيب فوق العقرب وفوق الدبيب إتا قاعد نفسك في رحلة كأنهم في مخيم ماشي الرحلة ده لما عندهم علاقة بالغتال ولا عندهم علاقة بالرجال أنا قلتهم اليوم مرة وحقوله تمنمية مرة أكثر ناس وصخة ومرجال البيئة دي شفت البيئة دي في بعضه نفسي ما قاعدين والله العظيم حكاية بطالة شفت حكاية بطالة في بعضهم في بعضهم ما شفتهم جيبناهم لك بتصور ومتقالدين كيف ومتحضنين كيف ما شفت الصور دين هم كده جايين ومعركة وكل زوجة اللي ناموسية لما اندخلوا ناسنا اللي يقولوا ناموسية هل تستخروا فيشنا رحلة وهنا خايف من البعوضة قال أسمع سبحان الله عشان كده الشغلة سهلة الليلة في جنوب الخرطون كذلك كانت في شغل سامح شغل طيران إنجغم من كمية بتاعت عربات وإنجغم وناس قاعدين تحت في سوق المركز تحت الكوري كمية كبيرة دون يزايلي كمية بالمئات أسمح كلامي دا دون يزايلي بالمئات دون يزايلي بالمئات جوهن جغموهم في حتة تماما دون يزاي بالمئات نازل ما عندون حاجة عشان نجي نقول والله ممكن الشغلة دي أسبوع واحد التمام بتاع السولان بترفين لو إحنا ذائرين لو عندنا الغرار لو الغرار عسكري لو برهان خلاص غرر أن ينهي المعرك لو برهان خلاص فكر لجانب وقال لهم بلوهم سلمونه نظيفهم كده والله العظيم الجيش ده ما يخزلهم النازل لا قوة لا رجالة لا عندهم حاجة نازل قاعدين على الساي سهلة نازل قاعدين سهلة الساي ما عندهم حاجة مالدمدمين بالكدمولات وراكدين وناموسيات وسكر وعربدة وما عندهم حاجة الليلة ضربتين كبار في جنوب الخرطوم وفي تيكساس وكان في شغل في بره وكان في شغل حول الغيادة وفي لفة الجريف وفي شغل كبير والمدفعية اشتغلت في مناطق محددة في شغل كبير جدا لكن الشغل الكبير جدا ده بوقته بيجي في شغل حتتفاجع ليه بعد أيها حتتفاجع بحاجة يوم يومين حتتفاجع بوضع تاني في منطقة ما في شغل كويس الآن الجيش كله حارس الناس كله كل زلدار يأخذ حقه وكل زلدار يأخذ حق وطنه وكل زلدار يأخذ حق زملائه وكل زلدار يأخذ حق دفعته وكل زلدار ينتغم لسودانيته جانجوي الدول الآن الجيش حقه جاهز ما عنده حاجة عربات استلمنا وربعمية باقي 1600 اتوزعت استلمح واركسل استلمح واروين استلمس محور سينار استلموا المحاور وليس عجاية العربات سلاح جديد استلمنا نوعي استلمنا اي حاجة انت دائرة استلمنا في شنو تعلم معارك الليلة ومشينا نمشتنا مناطق مشينا نمشتنا الطريق حول سينار مشتنا مناطق وجغمنا جنجويد ودنيا زائلة كمية ومحور الجزيرة دنيا زائلة كمية كبيرة كمية كبيرة النازل ما عندهم حاجة شفناه نهن في هواوير والقريات مشوا السكون في ناس بيطلصوا في القروبات الحدث بتاع القريات والهواوير حقيقي مليون المية ونزلنا لك فيديوهاته ونزلنا الرسائل بتاحت الناس اللي كانوا في المعركة اتواصلوا معي وقال ليها دير ورسلوا لي فيديوهات الناس دير سرقوا دفار وسرقوا لهم حياة لحقوهن دقاهم طيم في الطريق ووحلوا لحقوهن جغموهن جغموا منهم سبعة وقتي دنيا زائلة واستلمنا منهم دوشكا واستلمنا منهم بوكس فيه دوشكا واستلمنا منهم قرنوف واستلمنا منهم بنادي وجغمناهم كلهم وجبنا منهم نسرة كمان شوية كده قاعد ينسرة حاجة دي حقيقية مية مية وتاني فيه حاجة هاميس حصلت بتحت المشتركة ادريس ادريس بتاع المعارضة التشهادية ادريس دا المهندس بتاع السلاح اللي يأتي من ليبيا ادريس دا المهندس بتاع المرتصغ اللي يأتي من ليبيا دا يجمع ليون دا يحشد ليون دا يجيب ليون ودا همزة الوصل ادريس هاميس إن جغم جغمونا سالمشتركة ما كان قاعد يطلع يصور كثير لكن هون حافظينه وبعرفوه من ليبيا وبعرفوه اللي يجمع وهل بيجيب الناس وهل بيشتري الناس وهل بيجيب السلاح وهل بيدخل السلاح وهل بيجند وهل بيعمل هاميس إن جغم وبتاع المشتركة من لسانه وقال دا به النسبة لين صيد أكبر من عبد الرحيم دا قاله ليه قال لانه الزول دا عنده علاقات واسعة جدا جدا وهو عارف كل حاجة وعنده كمية كبيرة من الناس المرتزغة اللي يسغوا فيه وبيعارف يدخل السلاح بين وبيعارف يشتري من وين وبيعارف يجيب من وين دا بالنسبة لهم كان بلا كبير جدا جدا وكانوا دارينه بالاسم هم قاعد يطلع يصور كثير ولا عنده فيديوهات كثيرة وهون حافظين وعارفين وبيفتشوا له وبالليس حكمة الله آمس صادو اسمه إدريس إدريس بركاوي إدريس بركاوي آمس صادو آمس صادوه والموضوع انتهى بتاعه دا بالدخل السلاح من ليبيا دا بالجيب الحاجات دا بالجيب التشوين دا بالفتح المعسكرات دا بالجنة دا بالستلم اللوموال بتاع الارتزاق دا بالزعق دا بالآن ما عنده هنا الآن خلاص تشادي تشادي بن حرام جاي في سودان ودائر يقعد في السودان ودائر يحارب ودائر يقل أدبه انجغم زي من انجغم غيره من التشاديين المرتزقة زي من انجغم غيره من التشاديين المرتزقة الجدخ لسودان من جو جو وغير جو كلهم انجغم ما خلينا في تشادي معارض أي مرتزقة ابن حرام انجغم وآخر واحد ياهو ادريس هذا ادريس بركات جغمته المشتركة كان الطالبه باللسم والحمد لله بالنسبة لهم سيد سمين بالنسبة لهم سيد سمين جدا جدا فرحان قال لنا لو كانوا تمين عبد الرحيم دا قلوا ما كان بنفرح زي الزون دا هم من عبد الرحيم دا هم من عبد الرحيم لانه هل مخطط وهل بعرف ناس حفتر وهل كله حاجة هل كل فيه الكل هو الصندوق اللاسود بتاع المرتزقة هو الصندوق اللاسود بتاع المرتزقة هو بيجمع وهل بيدرب وهل بيشتري وهل بيمشي للناس وبيمشي للناس كلهم وبيشتري من هناك من قبائلهم بيشتريهم عشان كده كانت ضربة كبيرة عندي تاني رسالة للمشتركة أضعين أيضا يمشي للناس أضعين أضعين جوه اللي يمدي أضعين جوه كل الغوة أضعين جوه كل الغوة أضعين جوه أساسا هي خلاء الضعيم مشاكلة كثيرة ليمادي وفيها مثلات أمن وكلها مشاكل بتمشوا أقل من ساعة بتستلموها أقل من ساعة بتستلموها الشغلة ما صعبة الشغلة ما صعبة لأن الناس زيد ناويين بجمع في ناسهم واسمعوا كلامي دارين يشغلوا جبل عامر وشغلوا الدهب لكن عندهم مشكلة لو ما استلموا الفاشر ما بيقدروا يشغلوا جبل عامر دارين قروش كثيرة جدا جدا عشان كده ناويين على الفاشر بجمعوا 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 الآن ناويين على الفاشر قبل ما هي حاجة استلمو الضعين استلمو الضعين لأن الناس زيد بيجوا من الضعين وبيجوا من وين وحجمع فضعين وحجمع وين وحجوكم من اتجاهات استلموا الضعين استلموا الضعين استلموا الغيارات حقتهم بتاعت القبائل الجوه استلموا الناس الفازدة القاعدة جوه استلموا الناس اللي بيتحرض وتحرش استلموا الناس اللي ما عندها شرف وما عندها أخلاق ديال استلمون خدتوهم في الحفظ والصون عشان تحموا أهلكم تحموا نفسكم دخول الضعين ده فرضعين دخول الضعين فرضعين فرضعين ما سنة فرضعين عديد تخش يعني ما حاجة كده تعمل لازم لازم تدخل الضعين لازم تدخل الضعين لازم تكسر نخرين ونتجوا لهم في الواطة لازم تدعكم كده بالواطة اصله دي ما فيه رجوع دخولك الضعين ده لازم ده واجب فرضعين وكل شي لازم تخش الضعين لازم تخش الضعين اصله ما ترحم لازم تكسر الضعين لشان ديال الوحيدين الدنيا كلها اكتود بالنار إلا هم دارفور كلها اكتود بالنار إلا هم كل دارفور مدون الكبير اكتود بالنار إلا الضعين ليه ما اكتود بالنار ليه ما اضاقل طبا خسيم بضوق منه البطبخ السمده بيأكل منه ليه هم ما يضوقوا السمده ده ما طبيخون ده ما عجينون العجنه ما يأكلوا منه كيف كيف ما يأكلوا منه لازم تهدوا ليهم يضوقوا لازم يضوقوا العجين العجنه ده و اللخبة اللخبة لازم تهدوا لازم تهدوا لازم يضوقهم عشان كده يا مشتركة الشعب السوداني أنا بجيب لك سوط الشعب السوداني انتو دارين كلام الشعب السوداني دي رسالت الشعب السوداني ليكم شعب السوداني ما قلوبه كده بتشفى كده إلا تخش لنا الضعين شفت الضعين دي نحن ذهلينك تخش لأنه تبقى خسين بضوق الناس دي طبخوا الحرب وطبخوا السرقة وكل حاجة العجين ده كل حقه لازم يأكلوا منه لازم يأكلوا منه لازم يأكلوا منه أصل ما في رحمة ولا ظر لزول ولا عندنا معزول يدفتح يقول والله يدبله ذاته نحن أهلنا ووسرنا وناسنا ما لاقينهم في الشوارع ولا عرضنا البستباح ده جيبناه ساي ده عرضنا وتشرفنا ودي بلدنا وده عرضنا انت لما عندك رجالة وعندك حاجة كنت تمشي تقفليون تقول له ما تعملوا كده لكن كما تدين وتدان والعين بالعين والسن بالسن وما يدينهم جوه الضعين جوه الضعين دي لازم تخشه أصل ما في شفته ولا ظره لازم تدخل الضعين أصل ولا شي لك شك الضعين دي لازم أولوية خلونا يضوغوا النار خلونا يضوغوا العمل في الناس خلونا يضوغوا النزوح يضوغوا اللجوء خلونا يضوغوا السرق والنهيب والتدمير خلونا يضوغوا ما أحسن مننا ولا في راسهم في ريشة بالعكس هم لا قيط دي لافض أولا الضيفان لا شرف لا دين لا أخلاق أسر تافها قذرة ما عندهم دين ولا عندهم شرف ولا فيهم رجال ولا نخوة لما بناتنا يخدون هناك واختصبوا فيهم يبقى زيل مش ولا الضيفان أولاد الحرام ذاتهم لما بناتنا بنات السودان اختصبونا الرمان دين ألما عندهم دين ولا عندهم شرف تبقى الضعين دي واجب وطني تبقى الضعين دي واجب وطني عديد خاصة عن أي زول تركب الضعين دي شفت الضعين دي لازم تتركيب لأنه فيها وسر سودانية عفيفة وشريفة خطينا هناك محتغلينها والشرف دا اللسع جوه دا مشترك هذا شرف بناتكم عرض السودانيات الآن يستبح في الضعين عرض السودانيات يستبح في الضعين دي ما بتحرككم ما بتدخلكم الضعين والله تدخلكم الضعين فجول تدخلكم الضعين فجول دا عرض السودانيات الآن هناك تدخلكم نيالة كلهم هناك الفنادق خطينهم بناتنا خطينهم هناك دا ما بخليكم تخشوا والله تخشوا غصبا عنهم غصبا عنهم لأنه ننطق لو فيه راجل واحد راجل عنده أخلاق بني آدم عنده ضمير ما كان حصل الحصل كان نصحوا وكان قال لهم عب دي عراض ناس لكن كلهم قاعدين يتفرجوا وتشفوا في السودانين شفوا ساية تشفية كده عشان كده مشتركة دخولوا الضعين واجيب وطني لا بنلف ولا بندور ما دخلتوا يوم من اليوم عندنا البخشان بنقول لكم غسما بالله العظيم الضعين دي أصلا بنخليها دتار أي زول دار يقول أي حاجة ميتين أي زول لكن الضعين دي لازم نركبها لازم نركبها لازم ولاد الحرام دي يضوقوا نفس النار لدعقوا أهنى نفس النار لدعقوا أهنى يضوقوا الملاقيط ولاد الحرام اللي قاعدين هناك أصلا بنخليكم ولا بنرحمكم وغسما بالله العظيم ما نخليكم الله بنرحمكم ولا في زول بيشفى عليكم ولا في الراجل في السودان ده بمنع الشعب السودان ما يجي يعمل الدائر فيكم لأنكم لو فيكم الضمير وعندكم الأخلاق عشان نرى إليكم لكن صجدتوا في أي امتحان لا وطنية لا أخلاق لا دين لا عرض لا شرف لا نقوة لا رجالة ما عندكم ولا حاجة شل بتاعت ناس وزخ وأخزر من الغزارة وأنت من النتانة وأنجس من النجاسة عشان كده نحن جوانا نار الله الموغ ده بنحرككم بنحرككم عشان كده مشتركة دارين الضعين تجيبوا حق أهلكم وحق ناسكم في الشمال والفي الفاشر والفي النيالة والفون كلهم عمشوا خشوا جوه الضعين ده بنعرفوا ليكم وده واجب الآن ده ما كده ولا ده هنا ما فيه ونحن ما نغاتل ونحن لا 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 نحن الكلام الفارق والكلام بتاع زمانك دانسينا الآن قلوبنا سود تعرف القلوبنا سود ما عندنا حاجة لذول زي ما حصل زي ما سووا إحنا بإنسوي زي ما هون سووا إحنا بإنسوي إحنا ما دارين حاجة أكتر من السوه هون نسوين إحنا لما الإنسان يجي أعمل ليه حاجة غلط بيراعي لأهله وأهله ذاته بقيفه ضده بوقفه من الغلط لو شفنا زول فيهم طلعوا وقال كده وتعالوا استلموا بناتكم هديل عندنا وحرام كده وما كده كنا نراعي لكن كلهم وسخ في وسخ كلهم نجاسة في نجاسة كلهم ما فيهم كبير ولا فيهم صغير كلهم ما فيهم بناتهم كلهم الكلام ده عاجبون وسهريون وباصطون وفرحانين كانوا هون بيشفوا فينا وفاكرين أنا بيجي يوم بيقول لك باركوه وعف الله وعف ما سلف وديه نايف ما فيه والله الكلام ده أصلا ما فيه ولا في مدخل ولا في مدخل عشان كده أضعين يا مشتركة نمشي لي محور سنار يا جماعة محور سنار فو تحرك محور الجزيرة فو تحرك حاجات بإذن الله تعالى هتفرحات بسيط نحن دعمنا لجيشنا ده راجع وراء معه وذي قدام معه ننتقده ندق الغيادة نتقيزه لكن جيشنا ده خط حمر جيشنا ده خط حمر شوفنا فيديو بتاع واحد قحاط تتابعوا لأملكم نفر من ناس الجزيرة دير في الجزيرة دير بيمثلوا وسخون وبمثلوا نتانتهم وبمثلوا عدم رجالتهم شوف لو تموت ما عندك عذر تخليك تخد تدك في الجنجة ويدي ما تجي تقول بعدين والله طالما طالع بتحمل يعني سالجزيرة اللي بتطلع وتتصوروا معاهم أبقوا رجالوا أبقوا قذرها ما تدسلسوا بعدين وغسما بالله العظيم وكتاب الله الكريم ما في عذر يخليك تركع وما في عذر قم اتو طالعي لكم قريبا ألف نفر قدام ثلاثة جنجويد مصقرين مقردين تقول ومواشين ونحن والناس ذيل ما بيختصوا والله يختصبوك انت اللي بتتكلم بتاع الحزب بتاع القحاط يختصبوك انت ويختصبو أمك ويختصبو مرتك وانت ذاتك في نفسك اختصبوك ما بيختصبو كيف ما بيختصبو كيف الدنيا دي كلها عارفة انت انت ارتضيتها وانت تسلمتهم عرضك وسلمتهم شرفوا وراقديم معهم ومك في البيت انت ارتضيتها لكن ما تي تقول ما بيختصبو ما تي تقول ما بيختصبو الدنيا كلها عارفة الحاصل انت دار تدافع منه يا قحاط يا قزر انت دار تدافع البسكة مولك ده واطلع من الجزيرة اطلع من الجزيرة من الام بيكلمك جاينك جاينك اطلع ساي من الجزيرة ما تقولوا تطلعوا مع الناس وتعملوا والله تتربوه واحد واحد الفيديوهات غادة بيجي اليوم اللي بتدسدس وبيجي اليوم اللي بتشوفوا الحساب يا تبقى راجل تدافع يا تدسة لكن تطلع في فيديو وتستفز الناس وتعمل نفسك جنجويدي انتظر اليوم اللي بيجيك عزر ما في ما في عزر عزر ما في في ناس غورة بيكاتلوا للآن في ناس غورة للآن بيكاتلوا وباستشهدوا وبيموتوا والحرب دي ما ضد الجيش ضد الوطن وضدك انت كشعب سودان ما طلبنا منك تمش تشيل حاجة كاتل ما قادر خليك في بيتك لكن ما تطلع تستفز الناس وتطلع تتكلم وتقل في عدبك وتهين وتعمل نفسك خلاص فاهم وخلاص بترضفون بترضفون لكن احنا يوم من الليام بنبقى لك قعب من الجنجويد يوم من الليام بنكون لك قعب من الجنجويد لانه دي بلدنا عرّة زيك ما بيقعد فيها عرّة زيك ما بيقعد فيها صفقتك طبلتك ووردتها هللتها عرّة ما بتقعد في السودان ده ولا بتقعد في الجزيرة شفت الجزيرة دي حرّمت على أي عرّة أي قواد بتاع كيكل أي قواد لكيكل طبل وقف يصور معاه هللت ما بتقعد فيها والله نربطك ونرميك في الكنار حي ولا لف ولا ضوران ولا تدور بنقول لك عديد نربطك لأنه احنا ثانا ما دارين وسخ كفاية الوسخ العمل فينا الوسخ كفاية الوسخ واشباه الرجال العمل فينا كفاية أمسال كيكل الريمم الخناية القوادين العملاء فينا عشان كده ثاني ما بنتقرس الجزيرة بتنضف من الجنجويد وبتنضف من القوادين اللي بيرسلوا للجنجويد شفنا الجوال القبضوه بتاع كيكل ده في واحد من رسل لي كيكل عنانا كلام هذا هو عندي أنا الرسائل لسا عمانا شبطة وعندي الاسم حقه وعندي كله حاجة من جماعة كيكل ده ميرسل لي كيكل كلام قال لي بس يوني كامل الله يدون العافية ناس حنين ما قصروا يجابوا لي الكلام كله قال لي ده واحد ميرسل لي كيكل بتكلم عنك لي كيكل قال لي كيكل بس يوني كامل ده قدروا ما يتكلم عنك أنا قاعد أردمه وقاعد أخشه له وبقال لي فيه حلق وقاعد أسوله وقاعد أعمل أنا عرفتك إيه التمنوع عندي صورتك وعندي كلابك بتميش مني وين وغسما بالله العظيم والله ما ببلغ استخبارات وكتاب الله ما ببلغ استخبارات لكن غسما بالرب الذي خلقنا قطع أبنانك اللي اثنين غسما بالله أود العزباء قطع أبنانك اللي اثنين أنا بس بنشر صورتك لكن الكلام ما بنشره وغسما بالله ما ببلغ فيك استخبارات ولا ببلغ فيك قانون قطع أبنانك طالما أنا وصلتنا أنا أقطع أبنانك وأبنان أمك معاك أي زول شفت بتكلم فينا بورانا الجنجويد ديال وبرسل الرسائل وغسما بالله ولم نبلغ فيه شفت أبنانك مننا الآن شوف ليك بلد أرحل من السودان أرحل من تنبول أرحل من بيت أمك أمك السماء لكن غسما بالله يضنينك اللي اتني نقطع إليك وغسما بالله وده ندر عليه يضنينك اللي اتني نقطع إليك أخليك بدون اضنين شفت أخليك عبرة لما لا يحتبر ترسل لكيكل بسيوري كامل شنو كيكل كيكل ديوس ويتا ديوس وأبوك زاته ديوس وأبوك زاته تجابه لو ما هو وسخ ما بجيب لنا وسخ انتو جبت لنا شنو جبتوا لنا الخير ما جبتوا لنا وسخ ما حريدون دخلتوا الجنجويد التشادي والنجري دخلتون علي بناتوا على عرضكم اختصوا بحرائركم نام معا نسوانكم اختصوا ببناتكم وقعدين تتكلموا للان وشغالين قوادة وشوف لي شغل يا كيكل وما تنساني انا بشوف لك الشغل انا 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 اللي بشغلك انت جاهز بس خليك جاهز يا عبدالعزيز انا اللي بشوف لك الشغل يا عبدالعزيز عبدالعزيز انا اللي بشوف لك الشغل عندي رسائلك عندي حاجاتك رسالة للأخوان اللي يدون العافية من ضمن الرسائل اللي اللي قوها ما شغل يا كيكل لقوا واحد من رسل لي يتكلم عني أنا وبسيوني كامل بسيوني كامل ديتها ما لك ما تكلم فيه الشيطان بقول بسم الله لما نشوفني متكلم فيني ما لك أنا سألتك دقت لك الباب سألت أبوك سألت أمك يا عبدالعزيز آمن شوف لك بلد أرحل أرحل والله العظيم أرحل والله ما أرسل لي استخبارات عشان يبوضوا ولا أرسل لي زولوا ولا عندي زول دي بلدنا ودي حقتنا واتغلطوا علينا اشتغلتوا فينا قوادين وما عندكم شرف ولا عندكم الحكمكم الرئيس العمير حكمه الإعدام حتمشي وين هج يرحل طالما هيت دائر شغل ودائر قروش عشان بتنبذنا لكيكل وبتطلع تنبذنا لكيكل ومفصوط كمان وشوف لي شوف لي شوف لي حاجة هيتشوف ليك حاجة نحن عبدالعزيز دا العزيز حتشوف لك حاجة نحن رسائل القاعدة صورت القاعدة صفحت القاعدة علومك زين دي الحقيقة جماعة شوفت الكلام بتاع التلفون دا بتاع الناس اللي بترسلوا مع كيكل وده ما كيكل بس يعني شوف جلحة داب كمية كبيرة من الرسائل من الناس وتوصلت الناية لكن كيكل دا في ناس ولا بتتخيلهم يوم من اليوم يتكلموا مع كيكل ولا تتكلموا بيتواصلوا مع كيكل يتواصلوا دارين يدوا كيكل مع شوف سبحان الله الانحطاط والوساخة شوف سبحان الله الانحطاط والوساخة واحدة بتخش الحامية جوا بتخش الحامية كاتبة لكيكل لازم تتواصل معي ضروري ذايرة يعني دايرة الكيكل لاشنو اشخيط دايرة نقول لي حاجة من الحامية دايرة ضروري ضروري ذايرةك ضروري ترجع لي ضروري دايرة اشنو معنى احنا معا كيكل برضو احنا ذو كلين بنجيك ضروري إلا كيكل معنى احنا مالا احنا ممندفع قروش اهى ممندفع قروش اهى تمشوا وين تمشوا وين لانا كنتو الوساخ والوساخ دا عمره شوف المعركة دي السودان دا ينظف ويتغرب وكل الوساخ والزبال عدم المؤاخذة تمشي في حتة والبلد تبقى نظيفة كده مافية لا عميل لا وسخان لا ديوس لا نيجس لا عاهرة البلد دي ما ابتاجيه دي حاجة مقصودة من ربنا سبحانه وتعالى داري نظف لستا يا ناس لو الجيش انتهى قبله ستة شهور ديال كان الوسخ دا كان حيكونوا ماشيين معانا لجدام الوسخ دا كان حيكون ماشيين معانا لجدام كان انك يبزيت ما خسيت نفس الوسخ دا كان حيكونوا ماشيين معانا جدام ودعم اللي جيش وحنا ما عارف انهم ما عارف انهم انهم دا بايعيننا ستمائة مرة ما عارف انهم انهم بتنفسوا عماله ربنا سبحانه وتعالى مرض للحارب تنتهي ليه لانه لسه فيه وسخ دي فيه وسخ كمية كبيرة بيناتنا ولسه حيتكشف يوم بعد يوم هو كيكل بس اي جنجوي دي من الغيارة دي الحصر اللي حاجة تلفون بكم فيه قصص لازم 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 الناس تنضف الحرب دي قامت لي عشان تطهر البلد تطهر البلد تنظفها مستحيل تنتهي بدون ما البلد تنظف شعب المسكين ده دفع تمن غالي عشان كده انت ما تزعل لما الحارب تستمير زيادة معناتها لسه ما تنظفنا لهم ربنا يقول لا كوني بتكون اصلا ما تشفق ربنا بقول لا كوني بتكون اذا خردنا ربنا الرأيه ده لسه معنا وسخ معنا معنا ناس بيعملوا مبادرات بسرقوا معنا ناس بيتواصلوا حرامية معنا ناس بيمتواصلين مع كيكل معنا ناس بيمجدوا كيكل معنا ناس بالآن دارين يوصلوا معلومات عشان يأزوا اهلهم يجيبوا كيكل بلدهم للآن للآن معنا ناس دارين يدخلوا كيكل بلدهم للآن ناس بيتواصلوا معه عشان يدخلوا بلدهم يدخلوا لأعراضهم يدخلوا لألحمهم وذنهم كيف تنتهي الحريب كيف كيف تنتهي تنتهي كيف تنتهي أصله وانتهت قبله لا عملنا فائدة ياهو الوسخ معنا والرمم معنا والعمل معنا أخليها تنظف تأخذ راحتها تأخذ غليتها وفورتها خليها لما تنجض تسبك تمام بعدين ربنا بقول لا كوني بتكون احنا ما شفقانين لأنه لسه بيناتنا الآن ده ظهر الساعة التسجيلات ده ظهر تسع وتسجيلات موسغة من صفحة كيكل من الناس اللي تواصلوا معاك من ميات كبيرة آلاف الناس كل ذول أرخص من الثاني كل واحدة أرخص من نخطان كل رمه أوسخ من الرمه التانية كل قوادك عب من الثاني عبدالعزيز ده أنا ما بعرفه شاب بفي حلقي بينبس بسيء يالله ده مان فجأة والله الليلة من الصباح بدري دي قيت هالرسائل من أخونا عنده الحساب ده قال ليه الزوء ده بي بيشتغل فيك معاك بالله يسمى عبدالعزيز بيصورته حلو والله أنت حلو والله حلو يا عبدالعزيز لكن ربنا وقعك في شر أعمالك ربنا وقعك في شر أعمالك جبت سكنك وين وجبت بيتك وين وجبت بيتك و بتأكل بي وين و بتحبشي و أي حاجة يجيبناه منك و انتهينا معلوماتك كلها إلا كان ترحيل شفت معلوماتك كلها عندنا خلاص ولا سلمت والله قدر ما قال لي و قلت لهم الله يدحقي و غسما بالله يدحقي زي سندالة أنا سندالة شارطهم و قلت لهم أنا معا دائر يجي شفت البلد دي أنا داعمة لوجه الله تعالى و دي بلدي لكن أنا عندي حاجة حقتي شنو؟ سندالة ده حقي سندالة حقنا يخصنانا سندالة لو طال الزمن حقنا يخصني لا بدخلوا محكمة ولا داعمة قاضي يخص شرده حقنا ده الدولة أنا داعمة من السودان ده كله سندالة ده يخصنانا إن شاء الله أربطوا في البيت أشغلوا كلب أنا داعمة ما داعمة حاجة و معاو الرمى التاني عبدالعزيز و معاو الرمى التاني عبدالعزيز ديل خصوني أنا أنا ما داعمة حاجة أنا بس داعمة اللي اتنين دير لأنهم دير مشكلتهم معاي شخصية ديل ما أنا ماjarجتهم ديل بيتكلموا فين أنا ما بيتكلموا في الوطن ولا الوطن فالوطن فلهم حاكموا نتاني لكن ديل مشكلتهم معاين مشكلتهم معاين شخصية سندالة و عبدالعزيز ده العزيز المراسي لك هل ده اسمه عبدالعزيز صورته انا بنزل لكم صورته بس اشوفه بنزل لكم الصورة حقه البورفايل حقه اشوفه حلاته ما شاء الله اهي حلاته عبدالعزيز وسع بيكون مشاير اللايف ده في صفحة ابناء جزيرة انا عارفه شفت في صفحاته مشاير لايفاته مشاير لايفاته في صفحته ليه ابناء جزيرة تشير ما تشير تقيل ما تقيل حقي عندك والطلعة دي حقتانا ما حقت الحكوم ولا حقت الغضاء ولا حقت ده حقتانا الطلعة دي طلعة فيك حقتانا كانت كان الكلب زندانا دانا كنتو ما بتهاجمو وطن داك الوطن وداك الدارين تهاجمو هاجمو لكن لما تتكلم في بسوني كامل ده حقانا ده حقانا ما برحمك ما برحمك حقي باخده منك ولا محتاج لزول يجيب براي باخده منك تطير السماء تمشي الوطن تطلع السماء تطير تمشي وين حقي انا جيت قلت لك مش تكلم في كيكل قولي بسوني كامل انا قلت لك مش نبزني انا قلت لك حكي ليه بسوني كامل وبيتكلم فيك وبسوي فيك وانا قلت لسوي ليه وانا قلت لطلع انبزه انا بوريك الرجالة احنا بننبزك في الميديا دغريه ولا محتاج ان نمشي في الخاص بنقول لك يا قوادي يا عفن يا قزر في الميديا بنطلع بقول لك يا ديوس يا ابن الحرام اهانا بنحتاج اخش ليه زولة نبزك بطلع في الميديا بنبزك ليه لاننا رجال لما نحارب بنحارب دغريه قدام الناس وبننبز الزول ولا بنعمل صفحة في السير ولا بنتخاص استحد بنقول لك هنا على الابو في الميديا كينا قدام عينك وبنقول لك يا ديوس يا امار راجل قدام عينك لكن ما بخش رسل يا زول في الخاص بنبزك بنبزك في عينك خلاص اذا يا جماعة الناس تكون عارفة ربنا سبحانه وتعالى اراد لنا انه انا لو ما انتهت الحرب قبل ازبوع انا ما كنت اعرفت عبدالعزيز والله العظيم لو انتهت قبل ازبوع ما كنت اعرفته ولا كنت اعرفته واحتمال كان لا قاني وقال لي والله من الناس المتابعينك وكان غشاني لكن ربنا رايد لي انه لسه نعرف الخونة عشان كده ما تزعل خليك راضي بارادة ربنا سبحانه وتعالى وما تشفق ربنا رايد لينا الخير لو لا ربنا رايد لينا الخير كان سلمه للوسخ ديه كان سلمه لكلاب الدولة بتاعت الشرق كان سلمه لحمدوك السكران كان سلمه للجنجويدي اللي ما عندهم شرفوا لعندهم حاجة ولضيفان المناعيل ربنا رايد لينا خير كبير ولسه على البلد بيتنضف وبعد ما تنضف البلد تقوم ان الصابح تلقى انتهد تلقى انتهت كده براها انتهت لانه ده ربنا الله يديكم الصحة ويديكم العافية وبإذن الله تعالى منتصرين تستمير سنة سنتين مئة سنة بلبس ما تنتهي بلبس تدمر بيوتنا تتكسر يدخلوا مئة مدينة بلبس اصروا ما راجعين وجيشنا ده ما بنبدله ما بنبدله ما بنربط محلوا وسخ ده جيش بتاع الدولة سودانية ده الشرف وده النزاهة وده الرجال وده الأمان ظل يطمئنان الناس الآن بيتمشي محلات مكان الفوجيش اي مكان فوجيش بتجده فوجيش حياة وفوجيه دكاكين وفوجيه بغالات وفوجيه سوء وفوجيه حياة وفوجيه أمن وفوجيه أمان أي مكان فوجيه نجويد بتجده فيه شيطان وفيه وسخ وفوجيه دكان وما فيه سوق فاتح وما فيه بغالة فاتحة وما فيه أي حاجة فاتحة فرق بين جيش وفرق بين ماليشيا الجيش المناطق الفيها الجيش شوفها مش شوفها الناس عايشة كيف وشوف المناطق الفيها جنجويد أول ما يخشه بنظفوها بسرقوها الجيش هو بجيب وبيملاه وبيفتح وبيعمله مبادرات وبيفتح الأسواق وبيعمل البيع المجاني والبيع المخفض وبيجيب الحاجات والجنجويد بشيل الحاجات وبسرق الحاجات وبيقلع السلسل من المرة من رقبتها المغارنة بين الجيش ولا فيه منطقية ولا أي حاجة عشان كده الناس تبقى على الجيش آلف تسقط مدينة تسقط مدينتين تسقط ولاية تسقط ولايتين تسقط حامية تسقط حاميتين جيش نواقف بيرجعان أفضل مما يسقط الجيش سقط الجيش معنات فرتقت السودان لو ما سقطت مدينة وسقط الجيش ما اللي يكون في الميدان ممكن يكون بسويسرة ممكن يكون بسويسرة ممكن يكون بجدة ممكن يكون بأي مكتب عشان كده الناس تكون صاحية وواعية ما مشكلة الدنيا كلها تسقط لكن جيشنا دفي بيرجعان بيرجعان بإذن الله تعالى الله يديكم الصحة ويديكم العافية وبيذن الله تعالى منتصرين شاء من شاء وأبى من أبى وبيكيف نما بيكيف أي رمه السلام عليكم شكرا لكم